المهم أنا كنت كان نفسي زي كل مرة بقول لكم إن أنا ما اتكلمش في حاجة غير عن مشات الأهلي بس لكن في حاجات بتخلي الواحد بصراحة يستفز في حاجات تخلي عندنا علامات الاستفهام كتير جدا وخلي بالكم ده مش لي أنا الواحد يعني مش أنا عشان أنا أهلاوي بصص الموضوع ده وبالشكلة ده لا الوسط الرياضي كله عنده نفس علامات الاستفهام أقول لك إيه علامات الاستفهام وعلى إيه بالزبط هقول لحضرتك سيد الناس بتسأل دلوقتي إيه المعيار اللي بيتعامل بيه اتحاد الكرة مع الأندية في إيه في العقوبات في الغرامات في المديونيات يعني إحنا مثلا شفنا الفترة اللي فاتت أنا ما بكلمش على الاتحاد ده بس أتكلم كمان على اللي قابله شفنا اتحاد الكرة مثلا بيرفع الإقاف عن خماسي لعيب النادي الزمالك اللي هما الشباب اللي مقوفين تمن ماتشات إحنا كلنا عارفين مش هارجع للأحداث تاني بقى خلاص مش هارجع عليها تاني كلنا عارفين ليه سبب الوقف بعد القمة اللي كانت بين الأهلي والزمالك والإساءة اللي حصلت لرموز النادي الأهلي ساعت طيب حضرتك بناء على إيه رفعت الإقاف يعني هل مثلا فريقهم اللي هو الشباب ده ليه اللي كانت تسعة وتسعين لعب تمن ماتشات وتبقى كده المدة خلصت طيب بتحسبهم على مباريات الفريق الأول طيب إزاي هم توقفوا فيه يعني هو الإقاف حضرتك ما عندكش لايحة هي لايحة بتقول إيه اللعيبة دي اتوقفت فيه مسابة تسعة وتسعين كويس قوي لما تيجي تشيل عنها الإقاف بتحسب لها ساعتك الماتشات بتاعب الفريق الأول طيب فيه ناس كانت سنة ألفين وتوافت عشر ماتشات طيب أول لعب اتعرض للطرد فريق الشباب لو الفريق الأول لفريقه لعب ماتش معناها إن العقوبة خلصت أنا مش يعني إحنا مش فهمين إحنا مش فهمين هو أنت رفعت العقوبة بنان عليه حسبتها إزاي حسبت إن اللعيبة دي في الفريق الأول طيب هم لما توقفوا اتوقفوا وهما بيلعبوا في فريق الأول في المسابقة اللي بيلعب فيها الفريق الأول ولا المسابقة بتاعت الناشئين طب يعني اللي بيحصل ده حد بس يفهمنا يعني حد يطلع يقول لنا اللايحة بتقول كذا واللي هي اللايحة بتصير في اتجاه واحد ولمصلحة ناس معينة ونادي معين ليه طب ماشي بلاش مدة العقوبة العقوبة اللعيبة اللي توقفت اتغرمت عقوبة مالية بكام لو نفتكر 700 ألف جنيه فاكرين طبعا طب الغرمة دي حد دفعها يعني قبل ما ترفع ساعتك الايقاف حد دفع الغرمة دي هل تم تحصلها طبعا دا كلنا عارفين ان طبعا لا نادي الزمالك قال لك ايه بقى اتحاد الكورة اعتبرها من ضمن المديونيات اللي على النادي طب ما كله عليه ملايين كتير وكده كده مش بنسدد وانتو بتقوموا بالواجب كاتحاد كورة يعني النادي الزمالك مش خلاص مش حكالي عليه حاجات كتير جدا 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 طيب لما انت حضرتك بتعاقب انت حطيت غرامة هل الغرامة دي الغرامة دي ساعتك حصلتها طب انت بتعاقب وبتزود الديون ولا بتعمل ايه على النادي دا هل النادي دا بيسدد الغرامات دي ولا انت بتتفعله انا عايز اعرف يعني ولا اللعيب سددها او اللعيبة دي سددتها ما حد يفهم حد يفهم طب حضرتك لما بتتكلم عن نادي الزمالك والعقوبات المالية اللي عليه تفتكروا اتحاد الكورة لما دفع عمر الجنيني 300 الف دلار للنادي الزمالك علشان ما يتخسمش منه نقط علشان لعيب افريقي كان كسب ضده قضية فاكرين ولا مش فاكرين الفيفا كسب اللعيب اللي دفع دوت الفيفا غرم نادي الزمالك ساعتها وقال هيتخسم منه نقط ولكن اتحاد الكورة خلي بالكوا ساعتها اعترف بان هو حيسدد عن نادي الزمالك الغرمة دي طب هل انت بتعمل ساعتك كده مع كل نادي لا مبتعملش كده مع كل نادي الواضح انه نادي واحد بس النادي اللي عليه ديون كتيرة لاتحاد الكورة وعملت زيد وديون للفيفا وبتزيد وكان هيتوقف القيد ويتخسم منه نقط لكن اتحاد الكورة سددت ديون ساعتها علشان ايه؟ عشان ما يتخسمش من نادي الزمالك ثلاث نقط في الدوري الموسم اللي فات طب السؤال انت اتحاد كورة ثير يا سيدي اعتبر كلامي انا غلط وفتوقف مع كل الاندية ماشي؟ طب ليه ما ساعتش نادي الاسماعيلي في حاجة محلية كانت جوة وسددت ديونه في قزمة ابراهيم حسن مع النجوم ليه؟ وما كانش نتخصم منه نوقات طب ما كنت تحسيبه؟ كنت تسددت؟ واحسيبه مديونه على النادي ايه بقى خدهم يا سيدي بعد كده؟ ده حصل؟ لا ما حصلش واللي هي المعاملة بتتغير من نادي النادي يعني هي المعاملة بتبقى لنادي واحد بس كويسة وبقيت الاندية لا انا كل اللي طالبه ان احنا نكون منطقيين جدا ونطبق العدالة على الجميع مش نقف معنادي واحد بس ضد جميع الاندية او نقف معنادي على حساب جميع الاندية الحقيقة بقى بصراحة يعني هي امور مش عايز اقول مثلا بتصير العديد من العامات الاستفاهم لا ده كده بقى موضة بقوي هي عليها علامات جدل شديدة جدا 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 ومريبة بعيدة عن المنطقية خالص ياريت تحت الكرة يراجع نفسه ويكون جريء ويطلب يعني احنا بقى اللي بنطلب احنا اللي بنطلب انه هو يوضح لنا يوضح لنا بعض النقط المريبة دي وليه ما بيتعملش فير مع الاندية كلها ليه دايما المسندة بتبقى النادي واحد على حساب جميع الاندية ليه دي حالة جدل كبيرة ولكن انا يعني ما كنتش تتمنى ان انا نتكلم في الموضوع دوت ولكن انا الامر استفزني